موسيقى موسيقى عزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم وبرنامج جديد برنامجكم الأسبوعي برنامج تساؤلات وفي هذا اليوم ستكون ضيفة الحلقة الأخت المباركة نقدر نقول الدكتورة الأخت رشا نور هي اليوم ضيفة البرنامج ونشكر رب من أجل البحوثات والدراسات التي توصلت عليها من خلال دراساتها اللاهوتية والمقارنة بين الأديان أعزائي المشاهدين بداية نرحب بالأخت رشا نور أهلا وسهلا أختي رشا الرب باركت حقيقة نحن متعزين وفرحانين لأن أولاد الرب هم واللي الله يقيم ناس مثل حضرتك ومثل الكثيرين يعني أنه أتى بهم من الظلمة إلى النور حتى يعلن عن اسمه في كل الأرض وهذا ما أكد الكتاب المقدس الأولون يصبحون آخرون والآخرون يصبحون أولون ونحن الذين أتينا من ظلمة مقيتة إلى نور المسيح الذي أشرق بنوره في حياتنا وجعلنا ملوك وكهنة في السوانيات نشكر رب من أجل هذه الفرصة ونبدأ البرنامج بكلمة صلاة أخي رشا ممكن تقضينا بكلمة صلاة رب يبارك تفضلي يا أبونا السماوي نشكرك ونبارك اسمك ندي كل المقدس يا رب يا رب نريد أن نراوك هاك يا رب نريد أن نسمع صوتك النهار دا رب بارك كل المشاهدين بارك الوقت اللي احنا بنكلم فيه عنك وعن صنيعك في حياتنا يا رب عد كل قلب لسمع كلمتك يا رب وافتح القلوب لترى مجدك وترى محبتك وترى حنينك المتضفق والمعلن في الصليب شكرك يا رب من أجل كل وقت تبتديه لنا نشهد فيه عن اسمك كمل يا رب مما ابتديته في حياتنا باسم الرب يسوع صلي من أجل كل المشاهد أنك تبارك كل واحد بحسب احتياجه يا رب أنك تسدد كل احتياج يا رب بحسبه هناك في المقد بالمسيح يسوع آمين 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 ربي بارك حقيقة أعزائي المشاهدين أنه برنامجنا هو موضوع الله بين التوحيد والتثليث وسوف نغوص في هذه المواضيع الغير مفهومة عند كثير من الناس ويوم نصلي من أجل أن الرب يعطي للأخت المباركة رشا مسحة ويعطيها حكمة عند افتتاح الفهم حتى تبينينا أمور كثيرة كانت صعبة على العقل أن يفهمها ما هو الثالوث وما هو التوحيد وما بينهما ممكن أخت رشا بداية أنا أحب أن أسيل السؤال يعني أنا أريد تعطيني المعنى اللغوي للتوحيد اللغوي للتوحيد نعم هو التوحيد هو الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له ويقول كده أو تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأذهان والأوهام والتوحيد مصدر وحده ويوحد يعني بمعنى بسيط التوحيد هو عبادة أو الإيمان بإله واحد لا شريك له ليس له شريك وليس له شريك يعني نظير أو آخر يعني ما فيش إلهين بنعبدهم لكن احنا نعبد إله واحد آمين آمين نشكر رب على هذا التوضيح بداية حقيقة موضوع هل أكد الكتاب المقدس على وحدانية الله مثلا لأن نحن متهمين أن نعبد ثلاثة آلية وحتى ما فهمنا كاتب القرآن يعني كاتب القرآن ما فهمنا قال وكفرنا قال كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ممكن تطينا المجال الكتابي في مسألة التوحيد المجال الكتابي الكتاب المقدس واضح جدا جدا في القصة ده هيت وبيتكلم من يعني سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد بيتكلم على وحدانية الله هاخد هي موجودة في رسالة يحنى الأولى الإصحاح الخامس يحنى الأولى الإصحاح الخامس وإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهو الثلاثة هم واحد يعني هي واضحة جدا وبدون أي نقاش هي الآية نفسها بتتكلم والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة هنا الآب الله والله الآب والكلمة اللي هو زي ما في إنجيل يحنى في البدء كانت كلمة والكلمة كان عند الله وكانت كلمة الله وعدد 14 من إنجيل يحنى الإصحاح الأول بيقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا فهنا بيكلم على الآب والكلمة وروح القدس طبعا وهو الثلاثة هم واحد في العهد الأديم في مثلا أشعية 48 نعم أشعية 48 هتلاقي فيه مثلا الآية من عدد أشعية نوم شار صوري عدنا أشعية كثيرة أشعية 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 كثيرة جدا في أشعية 45 أشعية و46 تحدث و43 تحدث عن الإله الواحد بالزبط نعم في آية الحقيقة دايما يعني دي ما فيهاش أي رد نعم وهي بتكلم على بتكلم على من سفر الأشعية 48 بتقول بيكلم من أول عدد 12 مثلا بيكلم اسمع لي يعقوب واسرائيل الذي دعوته أنا هو أنا الأول وأنا الآخر هنا ربنا بيكلم بيقول أنا هو أنا الأول وأنا الآخر وكلمة هو يعني يهوة أنا هو نعم علشان كده برضو هنرجع لها في القرآن على فكرة وهنرجع لها في إثبات لغوت المسيح من خلال الأنجيل في كل مرة هو يقول أنا هو نعم ويا دي أسست الأرض ويميني نشرت السموات أنا أدعوهن فيقفنا معاً وبعدين بيكلم بيكمل وبعدين بيقول اسمع اجتمعوا كلكم واسمعوا من منهم أخبر بهذه قد أحبه الرب يصنع مصارته ببابل وتكون ذراع على الكلدانين أنا أنا تكلمت ودعوته هنا هو بيكلم عن حد تاني أنا أنا تكلمت ربنا الله أنا هو الأول والآخر بيكلم بيقول أنا أنا تكلمت ودعوته أتيت بي فينجح طريقه تقدموا إلي اسمعوا هذا لم أتكلم من البدء في الخفاء تقدموا إلي اسمعوا هذا هنا الآخر اللي ربنا بيكلم عنه بيكلم دلوقتي بيقول تقدموا إلي اسمعوا هذا لم أتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده أنا هناك يعني منذ وجود الله أنا هناك في البدء كانت كلمة والكلمة كانت عند الله هي نفس الآية والآن السيد الرب أرسلني وروحه طب تيجي ناخدها إسلاميا إسلاميا تتكلم في سورة النساء أما بيتكلم بيقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إليه مريم وروح منه يبقى أنت عندك إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله الله الآب وكلمته الكلمة والكلمة صار جسدا ألقاها إلى مريم وروح منهم وروح القدس فإحنا بالتالي يعني أما بيجي الناس تتكلم على محوى القرآن مقارنة بالكتاب المقدس يقوله الإسلام بيقر بالتسليس والإسلام بيقر بالتوحيد والكتاب المقدس يقر بالتسليس هذه كلام ناس مش درسة ليه؟ لأنه لو بيكلم أنه هو إسلاميا لا يقرب هذه الآية الموجودة بصورة النساء 171 فهو بالتالي عنده مشكلة أنه هو لازم يشير الآية دهية إما يبقى هو بيقر بالتسليس كمان تسليس هي عقيدة ليست شرك بالله عقيدة التسليس ليست شركا بالله يعني إحنا بنتكلم بنقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وأولئك الثلاثة هم واحد ده معناها أنه هم واحد يعني الله لا شريك له لا نشرك الآب بالكلمة بالروح القدس وهو أقر الكلام ده عنده في القرآن فلماذا يلقي الاتهامات على الكتاب المقدس نعم أنا أشكر الشيختي المباركة خزرشة عدنا سؤال آخر هل التوحيد أنواع ما هي أنواع التوحيد في الإسلام التوحيد في الإسلام هم ثلاثة أنواع ثلاثة أنواع بالضبط يعني مو التوحيد عندهم مو التوحيد واحد وانتهى الموضوع لا لا إطلاقا التوحيد ثقيا ولوما الواحد ينقص يقرأ أو يفهم عن التوحيد نعم فالتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع أول نوع هو توحيد الربوبية وهو توحيد الله بفعله باختصاصاته يعني إيه؟ يعني إيه توحيد الربوبية؟ يعني الله الخالق، الله الرازق، المهيمن، المحي، المميت، المبدي، المعيد الأول، الآخر كل الحاجات ده هي اسمها التوحيد الربوبية فبالتالي فيه اختصاصات لله من ضمنها الخلق، من ضمنها معرفة الغيب، من ضمنها حياء الأموات فبالتالي أنت عندك في توحيد الربوبية والتوحيد الربوبية اللي هو إحنا بنتكلم عنه المفروض دي اختصاصات الله وحده وما ينفعش يشرك بها أي حد من عباده حتى لو كان بإذنه نعم فبالتالي إحنا لو إحنا بنتكلم على هذا النوع من التوحيد، هتلاقي إن فيه آيات في القرآن بتشرك المسيح في توحيد الربوبية نعم وهي زي آيات الخلق وأخلق لكم من الطين طيرا فأنفق به بإذن الله ويحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم، قد يحييها الذي أنشأها أول مرة وبعدين أنا بيكلم على أن المسيح بينفق في الطين، بيصير طيرا بإذن الله وأيضا هو يعني نفس عملية الخلق الأولى للآدم يعني نفس العملية بالضبط اللي خلق الله المفروض أنه هو يعني يكون هو الوحيد اللي بيخلق يعني ده صلاحية هاي صلاحية صلاحية الله المطلقة بالضبط إنه اسمه توحيد الربوبية يعني إيه هو الرب هو الذي يختص بهذه الأفعال وأكو فد موضوع مرة في حديث حتى أشاركت به هم كنت أتحدث عن قالوا بإذن الله أنا الرب ثقل على قلبي ببعض الأشياء تحدثت مع مسلم قلت له لو أنت عندك سيارة وأنت سايق هل تستطيع أن تعطيها لغئة واحد ما يعرف السياقة وتنطي السياقة تقول له سوق قال لي لا إذن أنت تنطي الواحد هو نفس المستوى معاك بالسياقة حتى يقدر يسوق ما ممكن تنطي الواحد ما يعرف يسوق إذن موضوع الخلق هاي سيادة إلهية سيادة الله في الخلق سيادة إلهية لا يعطيها لآخر إلا لنفسه هو نعم صل عندك فيه سورة المائدة كلام اللي أنت بتقوله اللي هو اختصاص المسيح بصفات الله نعم الربوبية أو بأفعاله واختصاصاته الربوبية هتلاقيه في سورة المائدة 110 بتتكلم عليه نعم هذا الجزء الأول وأنت عندك 3 أجزاء أنت تحدثتها الساعة الجزء الأول هو مشاركة الربوبية مو تماث؟ نعم طيب حدث فكرة الحقيقة كنت بتتكلم فيها دلوقتي وقلت إن المسيح بما إن هو بيخلق بإذن الله هما بيقولوا كده بما إن هو يخلق بإذن الله يبقى ربنا هو اللي بيخلق من خلال المسيح أول حاجة أول نقطة عايزة أتكلم فيها إن هو إزاي الله يشرك آخر في نقطة في توحيد ربوبيته هو في اختصاصاته هو تاني حاجة المسيح نفسه قال قال وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعد حقيقة في هنا نقطة مهمة جدا ودي أنا يعني أنا كتبت الآيات اللي بتتكلم عنها علشان كل واحد ممكن إن هو يرجع ليها ويقراها يعني الآية اللي موجودة في سورة مريم بتقول مريم 33 والسلام علي يوم ما ولدت ويوم ما أموت ويوم ما أبعده حيا ما فيش أي حد في القرآن ألقى السلام عليه وهو خصوصا إن هو السلام ده هو نحن ب إ 이야기를 ذكلم علي مثلا بسورة الحشر من يتكلم هو الذي لا إله إلا هو الحيق لا إله إلا europe القدوس السلام المؤمن المهين العديد الجبار المذهب nue ؛ مثلا سورة الكرسي اللي موجودة في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحيق خيوم السلام اه اه سمر المؤمن المهين فكلمة السلام هنا السلام دي صفة من صفات الله دي اسم من أسماء الله الحسنة فبالتالي ما يجي يقول أل سلام علي هو بيقولش سلام علي نعم هو مش بيقول سلام علي هو ألقى السلام أل سلام على نفسه وسلام علي ولا أل سلام علي السلام علي هو حلول الألوهية في الجسد الإنسانية إنسانية المسيح فبالتالي هنا هو كان يفعل بإذن الله نعم من خلال حلول الألوهية في الجسد ولهو أنت عندك أي مشكلة في النقطة دهيت وعايز تسأل فيها أو مش مقتنع بالكلام اللي أنا بقوله حضرتك ممكن تراجع أن الآيات الموجودة مثلا في سورة الصفات 79 بتتكلم سلام على نوح في سورة الصفات 109 بتتكلم سلام على إبراهيم في سورة الصفات 120 بتتكلم سلام على موسى وهارون وصورة الصفات 130 بتتكلم سلام على آل ياسين ما فيش حد بيلقي سلام على نفسه والوحيد الذي اختص من خلال هذه الآية والسلام علي اختص بالصفات الربوبية وبإمكانيات الله في إحياء الموتى وفي شفاء الأبرس والأجمى والخلق الخلق يعني لا يمكن مين الوحيد اللي كان ليه هذه الصفات في القرآن لنسا من تكلمش على كتاب مقدس مين اللي كان عنده الصفات ده هي دي مش علامة استفهام هو ده مش يعني دي مش بتحط قدامك علامة استفهام وبتحطك أمام تحدي لماذا القرآن أقرر بأن المسيح هو الوحيد هو الوحيد اللي كان بيقدر أنه يحيي الموتى هو الوحيد اللي كان بيقدر أنه يخلق ليه محمد لم يخلق ليه محمد لم يشفي ليه محمد لم يحيي الموتى لماذا لماذا الله أشرك المسيح فقط في ربوبيته في صفات ربوبيته ممكن هذا السؤال نحن نطرحه للأخوة المشاهدين وبعد ما نكمل الموضوع اللي حضرت بديتي به نفتح الخطوط بعد ما نكمل يعني عزيزي المشاهدين نحن بعد ما نكمل الأخوة ترشا المواضيع اللي هي رح تتحدث عنها نحن بعدها رح نفتح الخطوط لمداخلاتكم وآراءكم واعتراضاتكم على ما تتحدث به الأخوة ترشا نحن نواع التوحيد نهينا من الموضوع هذا النوع الثاني النوع الثاني اللي هو توحيد الألوهية توحيد الألوهية توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العبادة التي يفعلوها تقربا له زي العبادة زي الدعاء زي النذر زي النحر زي الرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة كل الأمور ده هي يعني ماء الصلاة وكل الأمور التي يتقرب تقرب إليها بيع الله المسلم إلى الله فتوحيد الألوهية الله لا يعبد إلا إياه الدعاء لي الخوف منه التوكل عليه والرغبة في إرضاؤه والرهبة منه والإنابة والتوبة إليه فبالتالي ما فيش ما فيش مشكلة في الحتة دهية إلا حاجة واحدة بس لذا كان الله بالدعاء لي والخوف منه هو وحده في نقطة وأنا بقرأ وأنا بعمل هذا البحث لقيتها وهي إذا كان أنا مفروض أن أنا أخاف الله وحده لا شريك له نعم ولا أخاف البشر في إذا أنا سبيت الله استتاب إذا أنا جدفت على الله مع أنها تعتبر من الكبائر كبائر يعني الشرك الأكبر يسموه نعم والشرك الأصغر هي الأمور التي يمكن الله أن يغفرها وهو شرك أكبر إلا أنه يمكن أن يفعل لي استتابة واستتاب نعم يعني أنا ممكن استتاب على أن أنا أشرك بالله وأتوب لكن إذا أنا سبيت الرسول وإن استتابت أقتل فهنا يعني في علامة استفهام طب ليه ليه بأنا أنا أجدف على ربنا وأشتم الله حاشا طبعا حاشا أن أنا أشتم الله طبعا لكن لو في إنسان شتم الله وتاب عن هذا الفعل المشين يستتاب ويغفر له وإذا شتم الرسول وإن استتاب وإن تاب يقتل لو عملنا مقارنة مثل ما تفضلتي والأخوة المشاهدين دي شاهدون والحديث مالتيج لو عملنا مقارنة من هو الأفضل هنا الأفضلية إلى النبي الإسلام محمد طبعا أفضلية يعني أعلى قيمة أعلى درجة طبعا وعلى قيمة ودرجة نعم أعلى درجة لأنه إذا كان الله جل جلاله إذا أنا أغلط فيه وأشتمه حاشا يستتاب هذا الفرد لكن وإن جدف على النبي يقول لك يقتل وإن تاب وإن تاب يعني حتى مش بيقتل وهو غير تائب آه ده يقتل لأنه جدف لأنه عمل لأنه سوى لا ده وإن تاب يقتل وده اتفاق يعني اتفاق العلماء على أنه يقتل ويقتل من الحاكم و يعني ممكن الأخوة المشاهدين هسا يقول لك مثلا الأخة رشاد تتحدث بس نريد الشواهد الأدلة هاي الأمور حتى ننطي للمشاهد أنه إحنا ما جبنا كلام يعني إحنا بنيناء إحنا هذا الكلام لا هذا موجود وفيه شواهد وفيه أمور حتى نكون يعني دقيقين أكاديمين بالطرح يعني أحب أنه الموضوع يكون له الدليل والبرهان على صحة ما تتحدثين به لأنه يأتينا مشاهد ويعترض يقول لك هذا ما موجود فأريد بالدليل والبرهان والحجة نستطيع أن نقدم للمشاهد المسلم بالذات الذي يعترض علينا أنه هذا موجود في كتب السيرة في كتب الحديث في كتب الموجود موجود أولا بيقول من سبى الله عز وجل تقبل طوبته أما من سبى النبي لا تقبل طوبته بل يقتله الحاكم نعم كلام دهوت أنا مش جايبين من عندي لكن هو نحن أريد نبين للمشاهد أنه ما جايب جينه هقول لك على حقيقة نعم يعني أنا أريد كتب كتير وإنت أريد كتب نعم علشان أنت عندك حب للقراء لكن مش كل إنسان صح بيحب القراء أنا أقول ببساطة أن الكلام دهوت قيله الإمام ابن تيمية موجود ابن حنبل موجود أن مثلا واحد زي سويني الشافعي قال نفس الكلام دهوت وقال خطابي لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله فبالتالي إحنا منتكلم على يعني شاتم الرسول لو هو غدبه على جوجل أنا دايما ما بيجي أتكلم أنا مش متوقعة أن اللي بيسمعني يكون عنده مكتبة إسلامية عظيمة حتى يروح يجيب المراجع عشان يقدر يجيب المراجع أي واحد مسلم ما بيبقاش عنده المكتبة الإسلامية العظيمة اللي يقدر أنه هو يقعد ويدور ويطلع من الكتاب اللي أنا هقوله هو يتلاقيها فين وببساطة دلوقتي بدل ما هو يعود يقرأ مثلا عشر خمس أو عشر كتب عشان يقدر يطلع معلومة عندك جوجل جوجل بتعمل تحط الكلمة وتبحث باحث نعم فالباحث ده بيطلع لك فأنه كتابة كتب الكلام ده هوت نعم لو كتب شاتم الرسول أو سابب الرسول لحكم من سبب النبي محمد نعم أي حاجة من الكلام ده هوت هيطلع له بالتفصيل الممل نعم وهيطلع له إن إن اللي يجتم الله يستتاب لكن الذي يجتم الرسول وإن تاب يقتل هل تشعرين أخوة رشا أنه هاي المكان اللي وضحها محمد لنفسه شنو الغاية والقصد منها يعني ما هو القصد أنه وضع نفسه يعني أعلى مستوى وأنه هو الحديث عنه خط أحمر ها هساش قد ملحدين العالم لحدة أكثر الحاد صار بس المسلمين ما حركوا ساكن بس من عمل راسم الكاركاتير بالدنمارك قاموا الدنيا ولا تقعد يعني من أجل رسم كاركاتير لمحمد يعني إشقالكم ملحدين لحدة وحدة بأ الله قالوا ماكوا الله الملحد يقول لك ما أنا ما أعترف بأ الله ما موجود الله ما صارت عليهم ثورة أو هيجان من المسلمين لكن برسوم كاركاتيرية أثاروا الدنيا وقوموا الدنيا ولا قعدوا يعني شنو المعنى والمغزى بهذه القيمة الوضحة محمد لنفسه يعني للمسلمين يعني شنو شنو الغاية تفضلي هو كان ولو أنا خرجت شوية من الموضوع بس لازم هو كان فيه مشكلة أساسا في بداية الظهور الإسلام نعم أنهما كانوا بيستهتروا كانوا بيستهزقوا فبالتالي يعني كان لازم أنه هو يفرد أيبته آه يفرد سلطانه على تابعيه بحيث أنهما حتى وإن في وقت من الأوقات مش عايزين أنه هما يتبعوه أو كده ما يقدروش ويخافوا لإما يقتلهم ليقتلهم أو يخافوا يقولوا كلمة مثلا اكتشفت عنه أو حتى لا ترفعوا أصواتكم عند النبي يعني كانوا يستهزون هو يحكي الناس تحكيه يعني عاملينها يعني مدرسة مش آغابين مثلا الأحاديث واضحة جدا وأحاديث كثيرة جدا فيها علامات استفهام وفيها أمور عايزة أقول لا يصدقها عقل يعني علميا أمور غير غير بس أعتقد أخذ رشا يعني ولو يعني لازم أخذوا ياتش من طيب أعتقد الفترة الزمنية التي قضاها محمد مع الصحابة ما كانت هذه القدسية عنده لكن التابعين البعدهم إجوي وضعوه لقدسية حتى يرفعون من قيمته لو نقرأ الفترة الزمنية اللي هو عاش محمد ما عنده ذيش القيمة والأبهة والقداسة اللي هسا تشوفها عند المسلمين لمحمد لكن هذا برنامج صار برنامج رفعوا من قيمته بارتفاع وجدت في المناهج وفي الفقه دخل الفقه عليها فهؤلاء الناس النقلوا الأخبار فانطوا قيمة لمحمد حتى يرفعون من شأن هذا الدين لو أنت تراجعين الدين في الفترة الزمنية اللي كان فيها محمد ليس بهذه الصورة يعني ليس بهذه الصورة وهذه الأبهة لكن هؤلاء الناس فضلين ممكن أقول أنه كان في الفترة المكية أكثر من المدنية نعم لأن في الوقت الفترة المدنية كان أصبح لي قوة وليه سلطان وعنده قيادة وليه تابعين فبالتالي هتلاقي بقى قتل العصماء وقتل المقرفة نعم يعني قتل أي حد يسب أي حد يعني يقول مثلا شعر هجاء يعني يعني مش عقبه شخصية محمد فكان يعني بيتم قتله وبدون أي يعني أكو أحداث تاريخية حثت في التاريخ الإسلامي في زمن معين ما كان إلى ذاك الاعتبار ومشت أحداث عامة أحداث عادية تحدث بس بعد فترة من تبنوا هذا يعني فكر مثلا عندك الشيعة عندك السنة انطوا فد اعتبارات بعد فترة زمنية انطوا لهذه الأشخاص انطوهم فد قيمة معينة لأن الفترة الزمنية رادوا يوصلون أن هؤلاء الناس كانوا على حق وكانوا على عدهم موقف جيد وعدهم كذا فبعدها بعد هاي الفترة حتى يوصلون وتتركز المذهبية أو المتابعة الأشخاص ومتابعة هؤلاء الأشخاص اللي في فترة زمنية مثلا احنا استقبل فترة كانت بالنسبة للشيعة قضية الحسين قضية الحسين يعني لو يعني احنا عدنا فاصل بس لو اكو فرصة يعني بعد الفاصل نتحدث عن قضية الحسين قضية سياسية بحتة لا العلاقة بالمسائل الروحية ولا قضية خلاص وكذا حسب ما حاليا يروج لها عزائل المشاهدين عدنا فاصل ونعود اليكم بعد قليل اشتركوا في القناة اعزائي المشاهدين عودة اخرى معكم والجزء الثاني من برنامجنا لهذا اليوم وموضوع البرنامج الله بين التوحيد والتسليس الاخت رشها بدت سيلة سؤالاني قبل البرنامج ما هو انواع التوحيد في الاسلام و نحاول انه ناخذ لا انقطع الاتصال عندنا احنا بدينا بالصفات وكم لي ما بدأت به اخذت رشا فضلي انا اتكلمنا على توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية نعم وفي نوع توحيد كما اسمه توحيد الاسماء والصفات توحيد الاسماء والصفات هو الايمان باسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن وسنة رسوله يعني ملزم المسلم انه يؤمن بما الاسماء وما معانيها يعني بالذات ملزم وذلك على ما يليق بالله وعلى ما ارادها الله بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل نعم ليه لانه هو انا كمان عما بيتكلم على صفاته اسماء الله صفاته ان اسماء الله توفقية لا مجال الادراك العقلي تاني حاجة تاني حاجة ان كل ما تصور او في الذهن وخطر بالبال فالله بخلاف ذلك فانا عشان كده هو بيقول بدون تعطير ولا تكييف ولا تمثيل فكل ما تصور او تمثل في الذهن او خطر في البال فالله بخلاف ذلك هنا هو بيتكلم الاية اللي هي واضحة جدا بيكلم عنها من خلال توحيد الاسماء والصفات هي ليس كامت له شيء وهو السميع البصير دي موجودة في صورة الشورى اية رقم 11 نعم ليس كامتلي شيء دي هي اية ببساطة فيها حرف كاف زيادة اما يتيجي انت تلاحظ التفسير وترجع على التفسير بتاع الاية هتلاقي يقولك ايه المفسرون كلهم اجمعوا بان في حرف كا وهو يقول عليه حرف زائد طب لي الله يضع حرفا زائدا في اية من ايات القرآن الاية بتقول ليس كامثلي شيء لكن لو هي بدون الحرف الزائد اللي هو بيكلموا عنه ده هي ليس مثلي شيء ليس مثل الله شيئا ليس مثلي شيء يعني ليس مثل الله شيئا لكن بما ان حرف الكاد ده حرف التشبيه فهيجي اتكتب كده هيبقى ليس كامل مثل مثل الله شيئا يعني ليس شبه او حرف التشبيه هو ليس شبه مثل الله شيئا فهنا فهنا المشكلة ان ما بقاش اللي بيكلم عنه ان هو ليس مثله شيء هو الله لكن بيكلم على المثل بتاع الله يعني ليس مثل ليس شبه مثل الله شيء يعني فيه مثيل لله وهذا مثيل ليس له شبه ليس مثله شيء الحرف الزائد قلب كيان الآية وخلى الآية تفقد معناها خلى الآية تتكلم على شخصيتين وان الشخصية التانية المبهمة التي لا نعرفها اللي هو المثيل الله ليس مثله شيء ليس زي ما بتقول لا يشبه شيء يعني كأنك انت وضعت صورة وما موجود صور في العالم تشبه هذه الصورة في صورة تانية بقى جنبها والهذه شبحها لكن ليس مثل هذه الشبح شيء مش بتكلم على الصورة الأصلية لكن بتكلم على الشبح احنا عدنا اتصال ناخذ اتصال عدنا الاخ يوسف اتفضل اخ يوسف مرحبا اخ اخ حبيب مرحبا اخي العزيز ما اجل لك كريم كرومي لانا ادللك الله يخليك عزيزي انت الله يحفظك الله رب يبارك بعد من تخلص البرنامج ارجو انتصل بي مندي شغلها خاصة بيني وبين امين بس الرقم اخذ من الموجود امين امين حبيب نعم 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 يعني لازم ناخذ التسليف والتوحيد بالطبيعة مثلا الشجرة ساق اوراق جدر بس شجرة وحدة نعم اليوم ماضي اليوم البرحة غدا نعم بس هو يوم واحد والفعل ماضي مبارع امر وعدنا بالطبيعة الماء ادنا ثلاث حالات بخار سائل جامد بس هو ماء واحد وظهر التسليف والتوحيد من بدأ الانسان بعد طرد ادم فنشوف انه الادم يتكون من جسد وروح ونفس بس هو آدم واحد ظهر بالتاريخ التسليف ما يشبه التسليف المسيح مثلا ادنا تسليف الفرعوني ازيز 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 حورس اله امرأة اله رجل اله ابن كذلك اشوف عند الهنود عند ابراهما سيفا شيفا وعدنا عند الاشهريين ادد بسم الله الرحمن الرحيم نروح الى سورة النساء آية 171 عيسى كلمة الله القها الى مريم وروح منك كلمة الله عند المسلمين خالقة وليست مخلقة روح الله ازلية ابدية وآية ثانية يقول وآتينا عيسى ابن مريم بالبينات وايدناه بروح القدس وايدناه المؤيد 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 بي اذا اكو حالة تفتيت بالقرآن ايضا وعيدكم الى مفسر مسلم كبير العلامة المعروف محمد الباق اللاني يقول محمد الباق اللاني اذا ارى ام عن النظر في قول المسيحية ان الله يتكون من ثلاث جواهر وليست كبقية الجواهر المعروفة لدينا لم يبقى فرق بيننا الا باللفظ فقط هالحالة هاية المسلمين دي اعترفون بالترتيج وما يقول نعترفون اما بالنسبة لالاخد رشم قالت زيادة ونقصان بالاحرف فهاية جارية يعني شيء اللي ضحكني بالقرآن انه اذا تقرر صوت الانفال ايه خمسة وستين وستة وستين انه في خمسة وستين العشرة تقابل اه اه اشرة تقابل مية والمية تقابل الف يعني واحد بعشر وراها مباشرة يقول الان علم الله ان فيكم ضعفا ان واحد ان اشرة تقابل اشترين ومية تقابل ميتين يعني واحد قابل اثنين بل حالها هم المسلمين يؤمنون لان تجد لسنة الله تبديل لا تبديل لكلمة الله هنا الله بدل بالقانون ما بدل كلامه مرة واحد قابل اشترين مرة واحد يقابل اثنين اثنين تحظين بين الآيتين الان علم الله ان فيكم ضعفا يعني الله قبل هذا الوقت ما كان يعرف انه فيهم ضعف الان علم اختم حديثي انه محمد يقول الملائكة ساعدكم روحوا الحرب اقتلوا الملائكة ساعدكم ليش محمد معركة احد من بدأ يركض وما يصيح يا ملائكة تعالوا يقول ايها المؤمنون الي ايها المؤمنون الي ويخلصون نسوع واخر شاكر جدا امين شكرا اخويا يوسف الرب يباركك وسوف اتصل بك بعد البرنامج بمشيئة الرب اه تحدثت اقتراش الاخ يوسف اخذ مجالات معينة وتحدث بها بس اني اريد توصلي الاخ المشاهدين الناس اللي شاهدنا يعني زبدة الكلام ونتيجة الكلام اللي ده تتواصلين انا وتريدين تواصلين المشاهدين تفضلي اختي عزيزة احنا كلامنا على التوحيد في الفكر الاسلام نعم ومن خلال الايات اللي موجودة في القرآن انا حسيت ان مفيش اي مشكلة ان اي واحد مسلم يفهم فكرة التوحيد من خلال الفكر المسيحي يعني القائت اتهامات بتاعت ان احنا بنعبد ثلاثة اله وان احنا مشركين بالله وان احنا الله المسيح والامور زي اللي بيقولوا عليها ده دي ليس لها مجال من الصحة وبكل بساطة انا كلمت النهاردة من القرآن لسبب ان انا كنت نفسي ان كل واحد مسلم ان هو يفتح عينيه على اللي موجود عنده يعني يفتح عينيك على العند هتلاقي ان ربنا اعلن ذاته من خلال حتى من خلال اي حاجة اذا كان الله بيكلم البني ادمين من خلال ناس واحد ملحد من خلال برنامج في الراديو من خلال اغنية ما لهاش اي علاقة بالمسيحية ممكن يكون اغنية عادية وربنا تلاقيه بيوصل لك رسالة ممكن ربنا يكلم من خلال الطبيعة ممكن يكلم من خلال اي حاجة فبالتالي الله لانه هو الاله المسيطر الضابط الكل المسيطر على كل هذه الخليقة هو يستطيع انه هو يوصل لكل واحد مسلم امين عنده امانة في قلب انه هو يريد ان يعرف الله عايز يوصل لربنا نفسه يعبد ربنا نفسه يحب ربنا هيوصل رسالته بكل بساطة حتى لو ارى القرآن نفسه يعني مش لازم انك انت تقرأ كتاب المقدش انت توصل لربنا مش لازم انك انت تطلع بره اسلوبك في عبادتك عشان توصل لربنا ربنا هيكلمك هيكلمك لو انت عندك امانة وبتقول يا رب انت فين انت مين ربنا هيعلن يعني هيعلن ذاته ليك الله المعلن لنا من خلال عمل رب يسوع المسيح الله ظاهر في الجسد الله الظاهر الله الباطن الله ظاهر الله ظاهر عظيم هو صار ظاهر في الجسد هو اله عايز يوصلك عايز يظهر محبته ليك عايز يقول لك اديه كم احبابتك مسيح بيقول لك انا احبابتك محبة ابدية لذلك ادمت ليك الرحمة انا احبيتك حتى المنتهى احبيتك حتى الصليب حتى موت العار حتى ان انا انا اللي شلت خطيتك وانا انا يقول لك افضل فبالتالي دلوقت يما احنا بنتكلم على التوحيد في الاسلام هو ليس رعيدا عن التوحيد في المسيحية والتوحيد وعلى فكرة انا عايز اقولك على حاجة يا أخ كريم فيه دايما يعني بين قصين كده هو فيه اية فيه القرآن او سورة فيه القرآن كل ما حد يكلمك كل ما حد يتكلم حد على المسيح لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هنا بيتكلم انه هو يعني خدوا بالكم يا مسيحيين قل هو الله أحد أحد أهو الله الصمد لم يلد ربنا ما بيخلفش وهنا بيرمي على مين على ان احنا احنا بنقول ان المسيح ابن الله لكن ليس بالولادة الجسدية ولم يولد الله لم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني لم يتخذ صاحبة ولا ولد يعني ببساطة كده أحب أقولك أن هذه الصورة فيها إشكالية كبيرة جدا 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 ودي نقطة من النقطة اللي أنا كنت أتكلم عنها في الشرك بالله من ضمن الشرك بالله اللي هو ما تجي يكلم فيه سورة الإخلاص كل هو الله أحد يعني إيه الله أحد ما معنى كلمة أحد هل أحد معناها واحد لا أحد مش معناها واحد على فكرة أحد مش معناها واحد أحد لا تكون يعني أحد لا تكون واحدا إلا إذا أضيفت إلى العشر قولنا 11 كوكبا اللي موجودة في سورة يوسر يعني إيه أحد دي ما تنفعش تكون أحد غير في 11 11 11 11 كوكبا وبعدين هنا هو تمنا رجعت للقاعدة يقول لك كده كلمة أحد هو واحد من نوع أو من معدود أو من مطلق كما هي في نهاية الصورة يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني واحد من نوع أو معدود يعني لازم يكون فيها تعريف بعدها ييجي أحد الآلهة أحد الرجال أحد النساء أحد البرامج أحد القنوات ما ينفعش أحد تبقى مطلق كده لوحدها يعني الله قل هو الله أحد ما ينفعش تبقى أحده بس لازم أحد وفيه صفة بالألف واللام بعدها تعريف ليها تاني حاجة إلا إذا جت في بورا يعني جت كمطلق يعني لم يكن له كفوا أحد لازم تيجي بجملة منفية فبالتالي أما بتيجي أنت بتقول لم يكن يعني آخر الآية ولم يكن له كفوا أحد أنت بتقول واحد من مطلق لم يكن له كفوا أحد ده واحد من مطلق لكن الأحد الأولانية ليست واحد مين اللي قال أن أحد واحد كل الله واحد مش أحد أحد بقى فيه بقى بيقولك مثلا في حالات وحيدة تضم إلى العشر على أن يكون التمييز مفردا مذكرا زي مثلا أحد عشر كوكبا فهو التمييز مذكر مفرد أحد عشر كوكبا فبالتالي بقت أحد دي بقت واحد وجمعها عشرة يبقى أحداشر لكن لو أنت هتعمل التمييز جمع جرت العشرة على الإضافة وعادت إلى معناها الأصلي أي واحد من العشرة يعني لو أنت قلت أحد عشرة الكواكب يبقى واحد من الكواكب العشرة نعم واخد بالك لكن ما تجيش لوحدها أحد دي أحد دي لوحدها كده ما تطلعش كل هو الله أحد دي مش جملة كاملة دي جملة ناقصة فبالتالي أما احنا بييجي المسلم يتراقش معي في هذه الآية الآية تاعة سورة الإخلاص دي لا تثبت أن الله واحد كل هو الله الله واحد وليس أحد أحد إيه أحد مين الجملة لم تكمل الجملة ناقصة فأنا بالتالي يعني أحد الأعداد يكون أحد الأشخاص أحد الآلهة أحد لازم يقفين تعريف بألف ولام بعد كلمة أحد عشان الجملة تتم الجملة ليست تامة أنا عايز أقولها على حاجة مهمة أنا دايما بحب أتكلم باللغة العمية وبحب أوصل أفكاري بشكل بسيط قواعد النحوية دي لازم إحنا نقراها ونقراها بلغتها يعني القرآن نزل بلغة عربية لسان عربي مبين فبالتالي القاعد النحوية لازم نقراها ونفهمها بلغتها باللغة العربية الفصحة وإن إحنا عايزين نبسط الله ما ينفعش يتقال عليه أحد والأحد يناكره ما ينفعش الله ينفعش يبقى يتقال عليه أحد ويتساب كده دي كده أنا قللت من قيمة الله حاشة فإزاي أنت بتثبت وحدانية الله من خلال هذه الآية يعني يعني أنا بدعوك إن ربنا يعني يفتح قلبك يفتح ذهنك يفتح أفكارك يعني معلش إذا كنت أنا بقول يشيل الغشاوة عن عينيك لكن يا رب يفتح عينيك بلاش يشيل الغشاوة كلنا كنت عينينا كانت مغطاة بغشاوة كلنا كنا بوعاية كل البعد عن المسيح والنهاردة أنا وقفة بتكلم هنا لأن أنا كنت في يوم من الأيام عيني مغلقة كنت بقول من أنت يا الله والله والله فتح عينيك وأرشدني إلى طريق أنا مش بقول إن أنا بما أن ربنا أرشدني إلى هذا الطريق هو الطريق الصح من وجهة نظري لكن غلط من وجهة نظرك اسأل ربنا اسأل الله أنت إنسان محدود عندك محدودية في فكرك وفي مشاعرك وفي وجودك فبالتالي أنت محدود إنسان محدود إزاي ستصل إلى الله الغير محدود من غير ما تطلب منه اطلب منه قل له يا رب افتح حينيك يا رب زور ذهني يا رب أنا أريدك أنت أريد أن أعبدك أنت بالروح أعبدك بحقيقي مش عايز أن أنا أعبد وأشرك بيك وأنا لا أدري لكني أريد أن أعرفك أحبك شيل عني زنوبي وخطياتي وأسامي اللي أنا كسر وظهري أنا تعبان أنا مش بنام أنا عندي خوف أنا عندي خوف من المستقبل أنا عندي خوف من الموت قل له يا رب افتح حيني ونور ذهني أنا أريد أن أعرفك وهو سيعلن ليك أنا واسق هو الإله اللانهائي الإله الأمين هو إله مكتوب عنه أنه أمين ويبقى أمين وعدم أمانتنا لا تبطل أمانتنا أمان أمين الرب يباركي شغط رجاء أعزائي المشاهدين أن الخطوط مفتوحة واللي يحب يتصل نحن جارسين هنا حتى نرد على الأسلة أنا أحب أشارك الأخت أخلي شوي الأخت رشة شوي ترتاح لأنت عبتاني بالأسلة فأحب أن أذكر يعني الأخوة المشاهدين الأخوة المسلمين بالذات حتى يعرفون ما هو إيمان كمسيحين بوحدانية الله الذي لا شريك له هو الله واحد بس خلنا نفهمكم من هو في الكتاب المقدس الله ووحدانية الله في الكتاب في العيد القديم وصية الله لشعبه منذ القديم لا يكن لك إله آخر أمامي في خروج عشرين ثلاثة لا يكن لك إله آخر أمامي يعني إله واحد هذا في العيد القديم قال موسى النبي لشعبه ماذا قال النبي موسى لشعبه اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد تثنية 32-39 صلى داود النبي قائلا لذلك قد عظمت أيها الرب الإله لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك سمائيل 7-22 يا رب ليس مثلك ولا إله غيرك أخبار الأيام الأولى 17-20 صلى سليمان يوم تتشين الهيكل ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس آخر الله هو الرب وليس إله في العهد الجديد حتى يعني ننطي الوحدانية في العهد الجديد تقول كلمة الله شهادة الرب يسوعا وحدانية الله المسيح شهد وضح لهم كشف لهم فأجابه يسوع أن أول كل الوصاية هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد كان يتحدث مع اليهود فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت لأنه الله واحد وليس آخر سواه هذا في مرقص 32-12-29 شهادة بولص الرسول لأن الله واحد في روميا 33 شهادة يعقوب الرسول أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل يعقوب 2-19 إذن حتى لا يزاودون على إيماننا بأن الله واحد نحن نؤمن من خلال كلمة الله في الكتاب المقدس أنه إلهنا واحد لكن نحن نفهم الله من خلال كل ما في الله نحن لا نأخذ شيء مجرد لو قلنا الله واحد وانتهينا وما ما عرفنا ما هي أقانيم الله ما رح نستطيع أن نفهم الله لابد أن ندخل إلى عمق الله حتى نفهم الله فالكتاب المقدس يأكدنا أنه كان يتحدث الرب يسوع المسيح مع الأب تحدث عن نفسه هو الإبن هو ابن الإنسان وتحدث عن الروح القدس المعزي فكل هاي الأمور اللي يتحدث عنها الرب يسوع المسيح فهمناها كأقانيم أشخاص كل من متحدين غير منفصلين مستقلين غير منفصلين بالجوهر نفهم الله كثالوث أنه كما في طبيعة في الطبيعة البشرية الطبيعة العامة الطبيعة العامة تؤكد على أي شيء يركز على نقطة الثالوث نقطة مهمة جدا لو تابعنا مخلوقات الله كلها معتمدة على ثالوث على ثلاث أشياء الله إله لا يركب لو حاولوا المسلمين أنه يجزؤون الله عندنا كعقيدة عندنا إحنا إحنا جزأنا الله وتباهوا وتبجوا أنه قالوا أنه أنتم وعلنا وفد ما نشيت أنه الله لا يركب هل إحنا آمننا أنه الله مجزأ حتى ركبنا لا الله مو مجزأ الله واحد ذكرت الآيات الكتابية الموجودة فنقول للأخ المسلم تعال وبالروح القدس بعدما تقبل المسيح ربا ومخلصا وسيدا على حياتك حينما تسلم حياتك وقلبك إلى الرب وتقول له يا رب امتلكني يا رب انا قلبي لك الكتاب النقدس يقول يا بني اعطني قلبك ولتلاحظ عينك طرقي اليوم اذا كانت عندك استعداد اتصل اتصل حتى نصلي وياك وندعوك إلى أن تأتي إلى الاله الواحد صاحب الثلاث أقانيم الذي كل إقليم يفهم عن ذات الله عن معرفة الله كل شيء المسيح هو الله هو الاب هو الروح القدس الروح القدس هو المسيح هو المسيح واحد في واحد في واحد يساوي واحد ليس واحد زائد واحد زائد واحد حسب ما ملو عليك شيوخك ملو عليك شيوخك قالوا لك أنه في المسيحية عندهم واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة لا احنا ما عديك افهم يا اخي ارجوك تعال اتصل ناقشنا الخطوط مفتوحة الاخترشة موجودة انا موجود نبينلك ونصلوا اياك ان الرب يفتح البصيرة ويفتح الاشياء المغلقة اللي غلقها هذا الى هذا الدهر الذي اعمى اذهان غير المؤمنين حتى لا تنار لهم اينارة مجد المسيح امين اخترشة اخترحتك انطيتش وقت حتى ترتحي لان انا ضغطت عليك خليتش واي تتحدثين فقلت خلي اخذ وقت شوية تفضلي اخترشة من حيث انتهيت من حيث انتهيت انت في الايات بتتكلم على لهوت الله في او وحدانية الله في كتم مقدس في اية في اعمال الرسل العشرين بتتكلم اية تمانية وعشرين بتقول احترزوا اذا لانفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اصاقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه كنيسة الله التي اقتناها بدمه مين الذي اقتنق كنيسة؟ مسيح المسيح نعم انا عايزة اقولك هل تؤمن ان الله غير محدود؟ هل تؤمن ان الله غير محدود؟ اذا لا نهاية زائد لا نهاية ما لا نهاية زائد ما لا نهاية يساوي ايه؟ تلاتة ما لا نهاية يساوي ما لا نهاية يساوي اتصال من ابن ترعب ما لا نهاية الله ما لا نهاية كلمته لا نهاية لا لا نهاية ما لا نهاية الروح القدس يساوي ما لا نهاية اله واحد عدنا اتصال من ابن ترعب اللي اعتقد هي من مكان بعيد تفضلي اختي العزيزة ابن ترعب السلام عليكم السلام ونعمة عزيزتي بس اريد شوي الداخل شلون يعني الاسلام ما يؤمنون يقولون الكتاب المقدس محرف محرف هم ما يقولون هالأشياء كلها خرافيات بالقرآن شلون قعد محمد أربع سنين بطن أمه أبافيره مطولت شعره مطولت وين الأطباء مالتهم ما يقولون شلون الطفل يبعد بطن أمه أربع سنين هالأكاذيب بالقرآن وكلها ماذا يشوفوها خلي يشوفون المسيح عجائب العمل العميان القوم الموتى من القبر وكل الجياعة بالآلاف كانوا الأكل زاد من عندهم واللي فتح عيون شف البورد بعد الشير يدون لا بس عناد عناد معناد ترى عناد من الشيء أختي ابنت الرب عزيزتي لو المسلمين يقولون ان الكتاب المقدس غير محرف انه لغوا الاسلام جملة وتفصيلا وبما جاء به محمد خلي تكون بالج فكرة انه لو لو يقولون ان الكتاب المقدس هذا من الله وجاي وماخذين صحيح ياخذون الاسلام هذا كله من الله وغير محرف انتهت وانتفت الحاجة نبي الاسلام كله لكن حتى يثبت الاسلام حتى يثبت الاسلام قالوا عن الكتاب المقدس محرف لان الكتاب المقدس لا يوجد فيه وجود لنبي الاسلام لا يوجد فيه وجود لدين بعد المسيح يأتي لأن المسيح قال على الصليب قد أكمل الرب يباركي شختي ونحن نأخذ فاصل وبعد الفاصل نعود إليكم والأخوة ترشى معنا الرب يبارككم نأخذ فاصل أعزائي المشاهدين عودة أخرى معكم والجزء الأخير من برنامجنا نحن بدأنا في سلسلة مواضيع لأخوة ترشى بدأت بيها بس أنا أشجعكم مع أعزائي المشاهدين أشجعكم أن تتصلون اللي سقط التليفون وما قدر أنه يكمل يحاول يعاود الاتصال مرة أخرى إذا عنده رأي أو عنده اعتراض أو عنده إشكالية الأخوة ترشى موجودة هنا ونستطيع أن نرد عليه أخوة ترشى أنت بديتي بسلسلة وأريدك تواصلين بهذه السلسلة تفضلي أخوة ترشى أما بنكلم على الشركة بالله نعم كلمنا على نوع من أنواع الشرك وهو كيف اشترك محمد نفسه في أما الواحد بيسب النبي أو يسب الله في مقارنة هنا هو نعم ليه بقى؟ لأن مدام محمد مع موضوع السب يعني النبي هنا أفضل من النبي الإسلام أفضل من إله الإسلام ما بالضبط نعم كان في نقطة تانية كمان في القرآن لفتت برضو أحب ألفت بيها نظرك وألفت بيها نظر المشاهدين وهي بعض الآيات الموجودة زي مثلا سورة إبراهيم الله يقول قل لعبادي ربنا بيقول لمحمد قل لعبادي قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة ماشي في آية تانية موجودة في سورة الإسراء بتقول وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن فبالتالي قل لعبادي قل لعبادي لكن في آية غريبة شوية موجودة في سورة الزمر تقول باقي قل يا عبادي قل يا عبادي يا عبادي أما أنا أقول لك أنت قول يا عبادي فالعبادي دول ما يبقوا عباد مين عبادك أنت أو العبادي أنا عبادك أنت إزاي أما أنا أقول لك أنت قول فأنت بتقول إذا قلت لي قول فأنا قول لعباديك أنا لو أنا أكلم يا عبادي الذين أصرقوا فالناس بيبقوا عباد الله لكن بما أنه هو المتكلم في القرآن يقول يا عبادي لكن عندما يقول لي محمد قول يقول لا عبادي مش يا عبادي يا عبادي أما محمد يقول يا عبادي أما الرسول يقول يا عبادي فالعباد دول هيبقوا مش عباد الله هيبقوا عبادين محمد الحكة ده هيط هما يعني ما بيقتنعوش بها قوي لكن أنا بكل بساطة ممكن توضحيها أكثر حتى المشاهد يعني يأخذ فكرة ببساطة أنه الآيات ذكرتها حتى تسوي النتيجة تطلعين بنتيجة أقول الآيات الثانية بكل بساطة أما أنا أقول لحد أقول لحد مثلا أقول لتلاميذي فهو يقول أقول لتلاميذي كذا كذا أقول لتلاميذي كذا أقول لأولادي كذا لكنهم أقولوا أقول يا أولادي فالأولاده هوا هيقول هيبوا أولاد مين يا أولادي أولاده هو أولاده هو نعم مش أولادي أنا نعم فما أقول أما أما ذكرين الآيات الآيات القرآنية الآيات القرآنية بتقول سورة إبراهيم 31 قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة فقل لعبادي إله القرآن يقول لنبي الإسلام رسول محمد يقول له قل لعبادي أيوة قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة قيموا الصلاة قل لهم أعباد الله هيقولوا التي هي أحسن لكن الآية وين الإشكالية الإشكالية بقى في الآية الجاية لسورة الزمر نعم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقتنوا من رحمة الله فبالتالي قل يا عبادي يا عبادي هنا مين اللي بيقول يا عبادي في قول في النص في واحد بيقول بيقول يا عبادي فهنا هوت العباد دول العباد مين طيب في نواتة تانية حل تكتمل الشهادة غير أما بتتقالي الشهادتين حل تكتمل الشهادة عندما يقول الإنسان لا إله إلا الله لا ما تكتمل لا تكتمل ليه هنا شرك ليه اشترك ليه اشترك حتى يكون مسلم لابد يلطق الشهادتين لازم يشرك لازم يشرك عشان يكون موحد لازم يشرك بعباد طول الله يشرك بي محدد احنا حتشينا قبل شوي عن الآيات الكتابية يقول اسمع يا إسرائيل الرب إله هنا رب واحد بالضبط حتى نشهد أن الله واحد ليه شريك نشرك بي أحد يعني الشرك دوات الكلمة نفسها أن أنا بقى أشرك بالله أحد بس أرجسي للسؤال أخي ترشاه الإطاعة لمن نحن كعباء يعني مخلوقين من نطيع 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 الله ورسوله ما أكو في آية وأطيع الله وأطيع الرسول إطاعتين ما بالضبط وأكو آية أخرى وأطيع الله والرسول وأقول الأمر منكم إطاعة لثلاثة هذا قمة الشرك لا بس الإطاعة للثلاثة هنا هو تخد بالك من حاجة هنا هو أما بيكلم في الإسلام على الإطاعة الثلاثة اللي هي الأولي الأمر وهي الطاعة للخضوع لسلطة أولي الأمر وليس الطاعة بمعنى أننا بس هي مجردة كلمة المفردة موجودة بس ده بيأخذها المتطرفين وبيخلوا يعني ليه الناس بتروح تفجر نفسها أولا قال لهم فجروا نفسكم بيفجر نفسها نعم لأن هذا يأخذ الأمر من ولي الأمر من أولي الأمر من أولي الأمر يأخذك على أساس أنه ما أخذ من الله لأن الله ما شايفه هو أيها بالضبط فيأش شايف هذا ولي الأمر والأمر كلامه يعتبر كلامه الله هنا شرك الولي ده بيبقى هو بالنسبة له الصورة اللي ربنا بيكلمه من خلالها نعم أنا بأسمع كلام الولي ده يبقى أنا بأسمع كلام ربنا أنا بروح أعمل اللي هو بيقولي عليه الولي يبقى أنا هردي ربنا فبالتالي هو أشرك دخل حد شريك دخل حد وسيط ما بينه ما بين الله دي وساطة بالنسبة لأولي الأمر لأنه بيقبل أنه ربنا يكلمه من خلال ولي الأمر تاني بقى نقطة اللي هي محمد نفسه يعني إحنا دلوقتي إحنا قلنا إنه هو لا تقبل الشهادة إلا إذا أشرك الرسول فيها يعني لا إله إلا الله لازم تشرك ويقول محمد رسول الله لو ما قالشه محمد رسول الله تبقى أشهد ما تقبل الشهادة تبقى أشهد ناقصة تبقى ناقصة لا تقبل فبالتالي ومن سبى الله يغفر ويستتاب له مع إنه من الكبائر لكن من سبى الرسول لا يقبل منه لا يقبل منه الاستتابة ويموت وإنتابة يعني هنا هو تطلع محمد فوق مكانة الله طيب إزاي بعد كل الكلام اللي إحنا بنقوله بيكلم المسلم وبيقول أنا بواحد أنا عندي التوحيد التوحيد ده شيء داخلي جوى الإنسان الإنسان عايز يعبد ربنا عايز ربنا الخالق مش ممكن يكون عدة الخالقين أو عدة لها الإنسان جوى داخليا بيرفض التعددية النسبة من البني أدمين اللي بيؤمنوا بالتعددية من خلال أديان قليلة جدا في العالم وإن كان الهندوس بيؤمنوا بالتعددية لكن الإنسان بيبقى عنده دافع داخلي عايز يوصل فيه ربنا أخي ترشا يعني حتى لا أقاطعك يعني أنت ما أخذ سلسلة بالحديث وهذا أنا عندي سؤال هل أقر القرآن على وحدانية الله ما هو بقى دي النقطة الصعبة أن القرآن أريد أن وضحها للأخوة المشاهدين أنت باحثة في القرآن باحثة في في التفاسير باحثة وعدك دراسات وعدك مواضيع فأريد أن نبين للناس نبين هل أن القرآن أقر عن وحدانية الله اتفضي هو مش بحثة لكن أنا أحب المعرفة نعم يعني هو لي بحث أه أنا أحب أن أنا دور وأحب أن أنا يعني أنا مش عايز أكون شكلي كده أن أنا العالمة لا أنا لا علمها ولا أي حاجة وأي حد عالم أحنا بتنقش معاه زيه زي الإنسان العادي اللي في الشارع بتنقش معه ده وبتنقش معه ده بحسب ما أنا بقرأ أنا اللي بقرأ بقرأ ده هو بيبقى عليه علامات استفهام فبالتالي مين اللي هيوضح لي ما هي علامات استفهام ده بطلع بالكونكلوجين بطلع بالنتيجة هذه النتيجة ده بوصل لها من خلال الآيات ومن خلال الأحاديث ومن خلال تفسير القرآن طيب نقشونا نكلمونا بنتكلم على هل فيه تعددية الآلهة في القرآن فيه آيات كثيرة جدا يعني عندك مثلا هو الذي أو هو هو الذي ذكرت في القرآن 56 مر كلمة لبزة هو ذكرت في القرآن 205 مر ودي يعني مش هتوفهم دلوقتي دي عايزالها يعني عايزالها حلقة تانية بتتكلم على ايه بتتكلم على فكرة الواحي لأنه أما يقول هو الذي قرأ لكونا على ربنا أو هو أما بيجي قرأ كلمة هو أو هو الذي في القرآن يقولك ده بيتكلم ده ربنا ده ربنا طب هو ربنا ليه بيتكلم بنفذة هو أما هو إن أنزلنا الزكرة وإن أنا أنزلت يعني مفيش حد كتب الواحي بواحي من خلال عمل روح القدس من خلال ناس لا ده كان بينزل جبريل كده بياخد الواحي لغاية محمد وكان بيقرأ عليه الواحي ووحي هو وحي لفظي بياخده من على اللوحي المحفوظ ويقرأه إلى محمد كان يكلمه يقوله للناس وكان في حاجة اسمههم catawate الوحي وممكن نتكلمه على فكرة الوحي في الإسلام المسيحية فكرة الوحي في الإسلام المسيحية مختلفين تماما ده اتجاه وده اتجاه وإن كان ده كلام الله أنا بؤمن إن ده كلام الله والمسلم بيؤمن إن القرآن بتاقيه هو كلام الله لكن فكرة الوحي نفسها هي فكرة مختلفة مش هي هي نفس الفكرة اشراك محمد بالعبادة زي ما انت شايف او من خلال الاستتابة او من خلال الشهادتين ده اشراك محمد فبالتاني عندنا هو الذي او محمد اشتراك المسيح باسماء وصفات الله اسماء وصفات الجلالة ازاي وافعال الربوبية ازاي يشترك المسيح هو دوت بعتبر ان هو اشتراك للمسيح في الربوبية ايضا من جوه القرآن لان هو بيفعل افعال الله بيعمل صفات الله بيشتغل باسماء الله وهو مفوض من الله بغير اي واحد تاني من الانبياء والرسل فبالتالي احنا عندنا محمد وعندنا المسيح وعندنا الغير مفهوم ده اللي هو بيتكلم عن هو اللذي كنا كتبنا كتاب بكل اسمه هو اللذي عيسى النبي ام يسوع المخلص الكتاب دوت انا كتبته مع شخص الاستاذ ماجدي تدرس كنا كتبنا هذا الكتاب ونزلناه واي واحد ممكن ان هو يشتريه بيتكلم على بالتفصيل عن فكرة مين كلمة هو من القرآن ومن الفكر الاسلامي وايضا كلمة هو في الكتاب المقدس لان احنا لو احنا بنتكلم على الكتاب المقدس لو احنا تجعنا على كل الايات التي تكلم فيها المسيح وقال انا هو انا بيتكلم على دي اثبات الوهية المسيح انا هو الشاهد انا هو الباب انا هو الراعي انا هو القيامه انا هو الطريق والحق والحياة انا هو خبز الحي النازل من السماء انا هو انا هو اي انا هو بتكلم انا ياهو عشان كده كانوا بياخدوا اليهود الحجارة وكانوا عايزين يرجموه ويقوله عليه أنه هو بيجنف لأنه هو بيجعل نفسه معادلا لله لغويا هو لغويا لو راجح اللغة الأصلية العبرانية هو يعني يهوى يعني الله لأنه هو تحدث من قال أنا هو تراجعوا من رادة ومسكونة تراجعوا لأن قال أنا هو فباليهود لماذا صلب لأنه هو بنظامهم أنه هو الدعاء الإلهية ودعاء بنوة الله فقال أنا هو فدائما أنا هو صعبة بالنسبة للهود لأن عدهم أنه في لغتهم الأصلية هو هو يهوى هو الله اللي الظهر في الجزء أو اللغة العبرانية أنا أدعو الأخوة حقيقة اليوم ما شجعونا الأخوة المشاهدين يعني ريد تتصلون والخطوط مفتوحة وظاهرة على الشاشة يعني ظاهرة كل الخطوط من الشرق الأوسط ومن أستراليا نشجع أهل أستراليا يعني أنه يتصلون نيوزلندا كل العالم إحنا ما بقعدنا وقت بسيط حتى ننهي البرنامج لكن الريد منعدكم أحب أنه يعني ساعتين البرنامج رح يكون بعد النوقت المخرج نطعنا نص ساعة نشكر رب يعني فالريد منعدكم أنه الشاركون حتى يعني ناخذ ونعطي إياكم لأن يعني بس نحن نتحدث عدنا حديثة واي بس نحن نريد مشاركتكم وإينا آراءكم اعتراضاتكم اعترضوا علينا نحن نريد اعتراضاتكم حتى تتوضح الصورة يعني ونصلي أنه ناس تتصل تعترض نتحدث معها تعرف تفتكر تؤمن وهذا القصد وهذه الغاية احنا قصدنا أنه يتصل حتى ناخذ ونعطي والله يتعامل مع الكلمات الذين أطلقها وهو يضع فيها القوة ويعطيها المفهوم للآخر مفهوم الكلمة للآخر احنا نريد اليوم يعني حقيقة أنا أحب أنه يكون اتصالات حتى الأخت رشا يعني هم الريحة ويوم ضغطنا عليها كل الكلام عليها كل الكلام يتعدد أريدكم الشاركون يعني أهل أستراليا يعني أنا كنت أتوقع لأن نعلن البرنامج قبل أسبوع وعن طريق الموقع مع القناة وعن الفيسبوك وعن موقع الفيسبوك القناة الأرامية الـ اي بي اريد مشاركاتكم ريد يعني صحيح أكو ناس يقول لك أنا أريد استمع بس لا يكفي أخي حرك الموضوع أنت عندك نقطة حركها كنت مسيحيا كنت مسلما إحنا ما عندنا مشكلة أي واحد يريد يتصل خلي يتصل حتى يعني ناخذ إحنا ناخذ بركة طبعا خطرشاني جتني لهذا تفضلي نعم تفضلي خطرشان هو زي ما حيك قلت إحنا إلهام أو يعني هدف بتاعنا أن إحنا نفسنا أن كل واحد أنه يشاركنا نعم باختراحاته واعتراضاته أو إثبتاته الكلمة اللي إحنا بنقوله علشان المناقشة تكون أكثر إيجابية نعم أكثر جدية يعني حقيقة إحنا شعرين أنه نتحدث يعني لآخرين وريد مشاركتهم فعلا إحنا محتاجين إلى مشاركتهم نرجع يعني أنت بعدك أنا أعتقد عندك كلام بس حاول شوي أخذ فترة تحدث مع المشاهدين حتى أنطيك فترة أنت ترتاحين حتى تكملين الموضوع بيننا يعني عن القرآن يعني هو أعتقد ما أعتقد أنه بالقرآن أعطى للوحدانية مثل ما الكتاب المقدس تحدث بها يعني أنا قرأت القرآن وعرف القرآن الوحدانية ناس صممت صممت الوحدانية يعني آخرين بعد ما أنه فترة زمنية بس ممكن القرآن يعني تحدثنا في اليوم تذكرين أنه من يقول أننا نحن نزلنا الذكر وأننا نحن لحافظون يعني أخذوها في مجال آخر أنه هذا للعظمة ويتحدثون عن عظمة الله يتحدث بالمجموع لكن لا هو عظمة الله موجودة مجموعة الله عظيم موجودة نحن نؤمن بعظمة الله لكن من خلال هذه الحديث اللي موجود بهذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لا حافظون يتحدث عن كتلة يعني متكونة متكاملة إحنا يعني إحنا فهمناها كمسيحيين فهمناها يعني بالكتاب المقدس يقول الأب والابن والروح القدس الإله الواحد الأب الأب والروح القدس الأب موجود في الوجود المصدر المصدر وفي الوجود والابن الكلمة الناطقة اللي هي في الجوهر والمصدر والروح القدس هي روح الله اللي هي في الجوهر إذن هي متكاملة وحدة متكاملة تمام ليس إحنا نفرزيها ولا نركبيها تركيب من ركبناها إحنا حيشينا بالموضوع التركيب نريد اليوم نتحدث بعد أكثر بهذا الموضوع بالنسبة للقرآن أنا أعتقد إحنا حتشينا الشرك بالآيات القرآنية يعني كثير يعني يتحدثون في القرآن عن آيات بيها شرك تحس أنه أكو واحد وأكو آية في القرآن والمسيح ابن مريم الله والمسيح ابن مريم هنا هم دخل المسيح ابن مريم ممكن تنطينا فكرة عن هذه الآية الذي ذكرها ذاك اليوم في الحديث في المناظرة والشسمة قال أنتم يعني أنتم بتعتوا عن فكر الله والمسيح ابن مريم معناها أنه دخل المسيح اللي هو ابن مريم اللي هو بالقرآن اللي إحنا اللي هو أصلا إله القرآن أو إله الإسلام لم يذكر لم يذكر أنه المسيح و قال عن المسيح عن عيسى أنه هو المسيح المسيح ذكر و ليس ذكر عن المسيح و ليس المسيح ذكر عنه يعني أكو نقطة حتى يعرفوها الأخوة المشاهدين أنه الله المسيح عيسى لم يقر ما قال أنا المسيح يعني عيسى مجرد في القرآن مجرد بس ضيفت عليه من كتبة القرآن المسيح أنا أريد أن توضعي لي هذه الصورة وتتحدثين عن هذه الآية هذه بها مجادلة شوية ممكن أن نأخذ هذه الصورة ونتحدث عنها تفضلي عن هذه الآية حيكاً كلمت على ثلاث نؤت نعم أنا أخذهم بإيجاز كده نأخذ فاصل نأخذ فاصل ونرجع عليكم أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم والجزء الأخير من برنامجنا لهذا اليوم نحن تحدثنا في مواضيع كثيرة ونطلب منكم أن نشاركونا وأكدنا على مشاركتكم ونطلب منكم أن تأخذون وتعطونه إيانا حتى نكمل البرنامج والقسم الأخير أخذ رشا هل يوجد الثالوث في القرآن يعني موضوع الثالوث في القرآن هل يوجد هل ذكرة الأقانيم في القرآن بس بطريقة يعني ما ذكرة الأقانيم بالضبط بس ذكرة أشياء توحي بثالوث الله بالذات موجود نعم فضل يعني خليه قبل ما أقاسك في موضوع الثالوث أو الثالوث في القرآن نعم خلينا نرجع للآية اللي أنت قبل ما نطلع على الفاصل نعم قلت هذه سورة التوبة 31 سورة التوبة 31 بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه وعمه يشركون فيه هنا هو تكلم هو عن يهود والنصارى نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم ليه هنا هو تتحطت وعطفت الله على المسيح أو أشركت الله والمسيح في العبادة هنا هو من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد يعني ضمنيا من خل هذه الآية يعني أنا ممكن أطلع بأن المسيح هو الله من خلال هذه الآية لأنهما بيكلم على أنهما اتخذوا الأحبار ورهبان أربابا من دون الله والمسيح هما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد فعايز يقول أن الله والمسيح يختصوا بالعبادة وهما إلها واحد ده المعنى الظاهري لهذه الآية والتي تفسر تفسيرا غير كده هو طبعا تفسيرا معرفش هو التفسير الباطني لهذه الآية نتيجة يعني يعني أنا طبعا فتحة هنا هوت على تفسير البغوي لكن بكل بساطة عايز أقول أن المعنى الظاهري لهذه الآية بيقول بيقر أن لابد العبادة أن تكون لله والمسيح ولا يعبد إلا الله فبالتالي الله والمسيح هم وجهين العملة واحدة وهو الله والمسيح إله واحد عدنا اتصال من إيران من علي من إيران أهلا وسهلا أخ علي تفضل حبيبي أهلا بك أخي قريب أهلا عزيزي أنت تفضل إن شاء الله زينين أنت ولقط رشا آمين نشكر الرب تفضل حبيبي أنا بالبداية رح أحي لقط رشا وأشكرها وشجحها على ممارسة الغرارة الغرارة وأطلب منها طلب صغير طب بأن من تقرأ الغرعان تقرأ بدون غرض لأن الحسين إمام الحسين سلام الله عليه يوم العاشر من محرم ينادي لعداء يقول إذ لم تكونوا مسلمين فقط تكون أحرارة وأطلب من الاخترشة تكون حرة في غرعات الغرعان أما يقولون أنهم تكونوا حرة في قراءة القرآن أنا ما فهمتش أني آه أكون حرة هسا بعدين وضحنا الصورة أخو علي وتفضل الخط إليك تفضل أنت عراغي أنت عراغي للندوات وبرامج نتعرضون أنت مباغي للغلوات المسيحية ما شفت أن بالكتاب المقدس يوجد أحكام أو ما سمعت منكم أحكام بأن البشر كيف يعيش كيف يخدم أخيه كيف يمتنع من الغيبة يمتنع من السب والشد أما السؤال الذي عندي من الأخوة ترشة أنا بالغرآن اللي تعلمنا بأن ما يوجد بشر يستطيع يجيب له آية وحدة تشابه آيات الغرآن أو مثله وهاي من مؤجزات الغرآن إذا تستطيعون أن يجيبونا آية وحدة نحن ننكر الغرآن بالكمال أما اللي رجلت أسألة عنكم بس أردا حتى أسجل السؤال مارتك حتى أسجل السؤال خليل يأتي بآية من مثله لا يستطيع أحد أنه يأتي بآية فخرى للقرآن فضل علي اتفضل علي أما إحنا كمسلمين أدنا إيمان تام بيننا المسيحية واليهودية إننا أديان موحدات يعني ما دون شرك بالله لكن من ممارسة المسيحي نرى الشرك عدكم موجود نعم بالتسليف وباعتقادكم بين الرب تجسد في شخص واحد ونزل وما حاجة الله علشان ينسل وخاطر يعفع عن خطيئة الناس ويستطيع يعفع عن خطيئة الناس وبعد شيء الغرعان بيتعاليم وحكمت كثير عشان أحضر على وحدة منهم هي يقول إننا خلالنا السماوات والأرض ونحن له نواسعون لا لا بس الآية الآية اذكر ليها وين الآية بدون زحم عليك الآية الغرعانية ما اذكر بأي سورة لكن إنا خلقنا السماوات ونحن له نواسعون لواسعون لواسعون يعني جاعد نوسع العالم والعلم سبت سبت بأن العالم جاعد توسع يعني النجوم جاعد تبتعد شي عن شي والقواكب تبتعد شي عن شي وهي موجودة بالغرعان موجودة أكو موجودة ما موجودة شنو موسعون لواسعون 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 موسعون على كل أخ علي أنا حقيقة أنا سعيد جدا أنه أنت تتصل ومن إيران وأنا مششجع يعني حقيقة أشجع أنه تتصل من إيران وأحب أقول لك أنت عربستاني متمام؟ نعم عربستاني وأعتقد العربستانيين اليوم أكثر الناس المحتاجين إلى السلام ومعاينة الآخر بالإحترام والتقدير وأنتو تعانون كأنا عرف العربستانيين أنا عشت بيران وأعرف العربستانيين ناس مضطهدين من قبل الفرس وهذا مو موضوعنا طبس أنا بس حبيت لك يعني حبيت أوضح لك إياه الشغلة واليوم واليوم أنا أريد أقول لك وبلغك بخبر حلو خبر سار خبر الإنجيل أنت عندك يعني عندك أشياء ضد الخبر هذا السار إذا تحب أخ علي أنا أرسل لك الإنجيل وتقرأ وتعرف الأشياء البي اللي هي ما وصلت لك أنت مقاري فأنت حكمت عليها مسبق أنه ما بي تعليمات لو تقرأ بالعهد القديم الوصايا العشرة كل وصية تنطيك منهج تربوي أخلاقي إنساني كل وصية أخ علي حبيبي هاي أول أول شي إذن الكتاب المقدس إضافة إلى تعليمات المسيح و وصايا المسيح اللي تحدث للتلاميذ بها و موعوضة الجبل اللي يتحدث بها وأرجو منك يا أخ علي تقرأها أنت بس تقرأها بس تفهمها ماكو وتقرأها صحيح رح تفهم شنو هذا الإنجيل وما هي هذه الوصايا وشنو الله يريد يوصلك إلى درجة معينة درجة معينة من معرفة الله والسلام مع الله والسلام مع الآخرين أما أنت تريد أن تجد آية مواظبة أو مشابهة للقرآن أعتقد لو ترجع لل ما اسمها المصري الأديب اللي قال أنا أعمل عشر قرائين إذا يحبون ما اسمه نسيتها لو يرجع لعبقرية العقاد 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 أو يرجع حتى لطاحسين طاحسين 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 أخوي العزيز أو حتى يرجع حضرتك المسلمين الشياء عندهم كتاب نهج البلاغة نهج البلاغة أبلغ من القرآن أبلغ من القرآن نهج البلاغة يا أخ علي أبلغ أبلغ لأن القرآن دخلت علي لغات غير عربية مفردات غير عربية بس أنا أسئلك أخ علي أنت وياني على الخط إي نعم ممكن تفسر لي مو هو كلمة اللغة العربية موجود القرآن نزل بلغة عربية يعني أنت تتحدث العربية والقرآن نزل عربي ممكن تتحدث لي عن مفردة بالقرآن تفسر لي إياها تقدر تقول لي شنو معنى هيصع شو هي الكلمة هيصع أخ جريل ها عيني أنت أنت هاتف مثل ما قلت عشتي بإيران وعشتي العوال وتعرف هنا نحن دراستنا باللغة العربية يا رائحة لا توجد دراست كل ما تعلمنا العربية لا لا القرآن نحن نتحدث عن القرآن طب أخ ترشة أخ ترشة تريد تتحدث وياك أخ ترشة أخ علي يعجبني أخ علي كل شعلو يعني فرحان بوجودة ببياناتنا أخ علي ممكن أخ ترشة رح تتحدث وياك تفضل أخ ترشة حضرتك كلمت على كذا نقطة النهاردة وطرحت كذا سؤال فبكل بساطة أنا عايزك زي ما أنت طرحت الأسئلة تسمع الأجوبة وتنقش معي لو أنا قلت حاجة غلط مش عاجبك حضرتك قلت أول حاجة عن أن المسيحيين عندهم عقيدة الثالث تمام كده نعم لو حيكت سورة النساء 171 بتقول سورة النساء 171 بتقول الآية إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه تمام هنا هوت هنا ما هي يعني دلوقتي لو أنا هسأل حيك سؤال بكل بساطة كده علشان نفهم الآية دي بتتكلم على إيه هكلمك بلغة عامية وليست لغة عربية فصحة إيه هي الحاجة الوحيدة هل تنفاصل الكلمة عن الإنسان عندما يلقيها يعني أنا دلوقتي وأنا بتكلم من أول البرنامج لغاية دلوقتي هل انفاصلت كلماتي عني يعني أنا ساعة ما بتكلم الكلمة بقلقي الكلمة هل بعد ما نخلص البرنامج ويجي الأخي كريم يسألني يقول لي يا أخت راشا حضرتك كنت بتتكلمي على الموضوع الفلاني في الحلقة فأنا أقول له أسأل أنا ألقيت الكلمة فأنا لا أعرفها أم تظل الكلمة تظل الكلمة مرتبطة فيها تستطيعين تستطيعين تنكرين الكلمة الكلمة تظل فيها عقلي صح؟ في عقلك نعم نعم تظل فيها فالكلمة تظل فيها حتى بعد ما ألقيها تظل الكلمة فيها صح؟ صح ألقاها إلى مريم فالكلمة الله هي كلمة أزلية بأزلية الله فبالتالي أما يلقيها إلى مريم ويصبح المسيح هو كلمة الله وروح منه يبقى دمين يبقى أزلي ولا محدود أزلي أبدي سرمدي ولا يبقى فيه عنده محدودية الإنسان الطبيعي يعني أخترشها أنا أزلتهم من كلامك هذا يعني أنت بتقولين الكلمة التي ألغاها الله إلى النبي عيسى لا ألقاها إلى مريم كلمة هي النبي عيسى إلى مريم أيوة الكلمة الكلمة هي أيوة يعني أنت بتقولين النبي عيسى هو جزء من الله هو كلمة الله الغير محدودة هو كلمة الله ألقاها ما بيكلم بيقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته كلمة مين يبقى كلمة الله هل كلمة الله محدودة مفصول على الله الكلمة لا محدودة لا محدودة فبالتالي الكلمة غير محدودة تاني حاجة كلمة الله ألقاها عندما ألقاها أتفضل تفضل تفضل حبيبي علي تفضل أتفضل إذا حضرتك بمكبرت صوت ألغتي لك كلمة وهذه الكلمة وصلت إلى مسافة هل هل الكلمة إذا وصلت مسافة بعيدة الدل بأن أنت موجودة فيش المسافة يا أخي خليك معايا كلمة الله غير محدودة غير محدود كلمة الله ألقاها قبل أن يلقي الله قبل أن يلقي الكلمة كانت فين الكلمة ده مش كانت عنده أنا أخذ رشا عددك بل كلامك أنا أجيبيني على السؤال هذا إذا أتهم بتقولون أو تدعون بأن الله تجسد فينا بعيسى في المسيح وصلوا على شأن يكفر عن خطايا الناس البشر يا سيدي الفاضل أنا بكلمك من القرآن أنا مش بكلمك بقولك المسيح سريب من أجلك أنا بكلمك من أي موجودة قوة القرآن أعتقد أن طيب بما أنه انقطع الاتصال أنا هاشرح لحاضرك الآية ده تاني علشان ترجع وتقعد أنت كده مع نفسك وتطلب أنا شايفة أنك أنت بما أنك أنت سمعت أنت إنسان أمين وعندك مصداقية وبتحب أنك أنت توصل لربنا طيب كل بساطة افتح سورة النساء 171 وسؤال أول سؤال يطرح نفسه كلمة الله هل هي محدودة أم هي أم كلمة الله أزلي كلمة الله محدود أم أزلي لو كلمة الله هي كلمة محدودة يبقى ما ينفعش تكون بتونسب لله لازم تكون كلمة أزلية زي ما أخونا قال إن هي كلمة أزلية طيب الكلمة الأزلية ده هي هنا بيعترف اعترافا ضمنيا أن المسيح أزلي كان في الله قبل أن يلقي كلمته إلى مريم لأن وجود المسيح في الله ككلمة الله كده بيدي لا محدودية للمسيح نفسه كلمة الله ألقاها الله ألقى هذه الكلمة إلى مين إلى مريم فبالتالي الله والمسيح لم ينفصلوا والله هو إله أزلي المسيح هو أزلي فبالتالي كل ما هو أزلي فهو الله إحنا بنتكلم على قاعدة فقهية إسلامية مش مسيحية يعني أنا لغاية دلوقتي أنا بكلمه من القرآن ومش بكلمه من كتاب المقدس لكن هايزة أقول لحضرتك على حيك أنت بما أنك أنت أمين أنا آثق أن ربنا يوصل لك أنا آثق أن ربنا يكلمك آثق أن ربنا يظهر لك ذاته ويعرفك هو مين بإسم يسوع آمين الرب يبارك شفت رشا بس أنا تواصل مع الأخ علي أخ علي حبيبي أنا كثيرين من عربستان خرجوا من الديانة الإسلامية وأنا عندي علاقات كثيرة معهم وخرجوا حتى من إيران لأن شعروا بالاضطهاد وشعروا أنه أنه من يترك دينه يقتل في الفكر الإسلامي أو العقيدة الإسلامية ما يأخذونها كفكر على كل حال بس أنا أحب أقول لك يا أخ علي رح أنطيك تحدثت الأخت عن الكلمة الكلمة بالقرآن اللي هي الكلمة الأزلية اللي يلقاها على مريم بس أنا رح أتحدث لك من الكتاب المقدس الذي أنت لم تقرأه أنا رح أقرأ لك يا على الهوى وأفهمك الكلمة ما معناها في الكتاب المقدس في إنجيل يحنى والعدد الأول الأصحاح الأول العدد الأول أرجو منك أنه إذا حبيت تتصل تتصل بالستوديو وأعطينا عنوانك ونحن نرسل لك أو نطيك طريقة لقراءة الكتاب المقدس في طريقة عبر الانترنت تقدر تقرأ الكتاب المقدس خل أوضح لك شنو الكلمة الكلمة يقول في البدء في البدء توقفين في البدء كان الكلمة إذن الكلمة كان قبل البدء هو ده يشرح عنه نقطة في البدء بس كان الكلمة يعني كان قبل البدء قبل ما يبدأ الخلق ويبدأ كل شيء في هذه الأرض في البدء كان الكلمة كان يعني قبل البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله إذن الله أزلي والكلمة أزلية مع الله والكلمة كان عند الله ويجيك بعد بالآية نفسها يقول وكان الكلمة الله حتى نعرف شن الكلمة اللي ألقاها على مريم اللي أخذها الإسلام ومعرف معناها أنا رح أشرح لك إياها لاهوتيا حسب الكتاب المقدس إذن الكلمة مع الله قبل البدء قبل الكون قبل الخلق قبل كل شيء الكلمة قبل بعدين نجي الآية الثانية الآية الثانية بنفس الإصحاح يقول هذا كان في البدء في بدء الخليقة في بدء الكون في بدء كل شيء عند الله يعني الله قبل الكون قبل البداية قبل البداية قبل كل شيء الله فالكلمة كان عند الله قبل كل شيء إذن الكلمة موجودة عند الله قبل رح يتحدث عن شيء آخر يركز يطيق تركيز كامل عن الكلمة يقول كل شيء به بمن بالكلمة كل شيء به كان يعني كل شيء صار بهذا الأرض من خلال الكلمة وعندك بالقرآن ما يقول الله يقول كل شيء كن فيكون بالكلمة الله يقول في الكلمة كل شيء به كان اش صار اش حدث بالكلمة كلمة الله حدث كل شيء وبغيره لم يكن شيئا مما كان يعني بدون الكلمة التي ألقاها على مريم حتى أوضح لك إياها لم يكن شيئا مما كان لم يكن شيئا مما كان يعني الكلمة مع الله في الأزل أزلية الله مع أزلية الله أوكي فيه كانت الحياة إذن هاي الكلمة فيها حياة هي الحياة هو معطي الحياة قال أنا هو الطريق أنا الطريق والحق والحياة والحياة كانت نور للناس إذن عرفنا أول مرة فهمنا الكلمة من هي الكلمة خلناها أن الكلمة هي أزلية مع الله هي الله الكلمة في العدد 14 في العدد 14 في نفس الإصحاء واحد يقول والكلمة صار جسدا هنا حتى تفهم مو جسد صار الكلمة لا خطأ أنت تفهمون أخطأ والكلمة الأزلية اللي هي مع الله اللي هي الله صار جسدا صار لأن الله قادر على كل شيء صار جسدا وحل بيننا حل بيننا هذا الجسد كلمة الله صار جسد وحل بيننا وهو المسيح يسوع وحل بيننا ورأينا مجده مجدا مجد المسيح واضح كانت أعماله ولادته عجاز بالولادة عجاز بحياته معجزة ولادته معجزة حياته معجزة موته وقيامته قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أوكي فيا أخي علي صدقني أنا أتمنى أنه تتصل بعد بنا إحنا بعد انتهى الوقت تقريبا تتصل بنا على طول وإحنا مستعدين أن وضح لك أي معضلة في فكرك وشرح نشرح لك شرح مفصل ومستعدين نأخذ كل التايم إليك نبطيك كل التايم إليك ما عدنا أي مشكلة رغم أن التايم محسوب علينا بالسنت بالسانية بالسانية زين لكن نشكر الرب أنه أهم شيء لو كسبنا للرب نفس هالكة وجبناها هو هذا هدفنا وهو هذا طموحنا وهذا مبتغانة كمبشرين وخدام وكعريزين أخذ ترشا عندنا ثلاث دقائق أريدك يعني تقريبا نأخذي دقيقتين رسالتك للمسلمين وللناس اللي سمعون وخلاء الكلمات أنا عايز أقول هاخد بداية الرسالة من آخر من بعض الكلمات اللي أخذها يعني قالها الأخ علي وهي الكتاب المقدس ما فهوش تعليمات تعليمات أنا عايز أقولك مكتوب كده في إنجيل يوحنى وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون بإسمهم الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة رجل ولا من مشيئة جسد بل من الله الإنسان عندما يقبل عمل المسيح في حياته تتغير حياة وتغيير كامل الإنسان ما بيكون بيبحث عن الله وبيقول له رب تعالى نور عقلي نور ذهني عايز أعبودك وعايز أعرفك وعايز أحبك وعايز يكون لي علاقة حقيقية عايز يا رب أحس إنك أنت بتحبيني وأنا أحبك وأقول هذا الإله العجيب العظيم لا محدود اللي فتح عيني وفتح ذهني الله ينير لك ذهنك وينير لك قلبك وتتغير مكتوب كده تتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح يعني حياتك اللي فيها سقطات وفيها حزن وفيها ألم وفيها وجع مش هيتغير الحزن والألم والوجع لكن هتبقى فوق ده هتبقى فيه إله بيحضنك وبيحبك وإله بيشبعك إله بيسير معك في واجد ظل الموت هو معك بيقول الساكنة ستر العالية في زر القدير يا بيت عندما تتمتع الحضانة الإلهية تتمتع جوه المعية جوه قداسة الله جوه حب الله هو إله عظيم هو إله رائع أنا أدعوك أنك أنت تفتح قلبك وزهنك لكي ينير الله لك بالطريق دعونا نصلي بالدقيقة الأخيرة للأخ علي لأننا هدفنا شوق قلبنا أنه يعرف المسيح يعرف الله الحقيقي تعرفون الحق والحق يحرضكم يعني اليوم دعونا نصلي بآخر دقيقة للأخ علي ونضعها أمام عرش النعمة إلهنا الصالح يا رب كم تشتاق قلوبنا أنه نأتي يا رب في محظرك ونتغذى يا رب من خلال كلمتك في الكتاب المقدس يا رب اشرق بنورك في قلب أخونا علي يا رب حتى يعرف يعرف نورك ويعرف أنك أنت الإله الحق وأنت الإله الحق الذي أتيت يا رب تاركا مجدك أخذ صورة عبد يا رب سائر في شبه الناس حتى تعطي حياة ويكون لنا أفضل يا رب يا رب اشرق بنورك في قلب أخويا علي يا رب وبين يا رب بين ذاتك إلى يا رب أنت قلت تطلبوني من كل قلوبكم أبين لكم ذاتي يا رب بين ذاتك إلى أخو علي حتى يشرق نورك ويخرج من ظلمة يا رب يا رب ويخرج من قيود قيود وضعها وضعت عليه يا رب لكن أنت نصلي بإسمك الذي طالبتنا يا رب أنه كل شيء تطلبونه بإسمي تنالون يا رب بإسمك المبارك القدوس هذا الإسم المبارك يا رب نطالب أنه علي بين يديك وتفتقده يا رب يا رب أنت قادر أنت فتحت بصيرته أنت خليت يتابعني يا رب نطلب منك أنه تنور بصيرته وبصره ويكتشف أنه أنت الإله الحب وأنت إله السماوات والأرض هو كل ما يرى ولا يرى نشكرك نباركك نعظم اسمك القدوس من الآن إلى أبد الدهور آمين آمين أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكر الأخت المباركة الأخت رشا حقيقة نحن متعزين وفرحانين بوجودك بوسطنا شكرا وحقيقة أغنيتي البرنامج ببعض الآراء والطروحات وفعلا اللي عندك كثير لكن نتأمل ونصلي أنه الأيام المخبلة تكونين معنا على طول ونستفاد من جهدك اللي تتبه لنا من أجل إعلاء كلمة المسيح في كل الأرض مبارك اسمك مبارك اسم المسيح أشكرك أخت العزيزة الرب يباركك والرب يستخدمك أينما تحلين وأينما تكونين عزائي المشاهدين أشكركم على حسن استماعكم ومشاهدتكم لبرنامجنا على أمل لقاء بكم في برنامج مقبل وشكرا جزيلا إليكم والرب يبارك حياتكم شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر